كان رئيس الاتحاد المصر لكرة اليد ولما تشوفوا الكلام والطريقة تفهموا ليه مشاكل اليد دي كانت حصلة وليه توجهات اللعبة كانت بتتم لكن الحياة برضو الدكتور أو الأستاذ هشام نصر تحدث عن حاجة تخص الأهلي في موضوع كهرباء وفيها اتهام صريح للنادي الأهلي نسمعه ونشوف هل الرعاية لنادي الزمالك أقل من الرعاية لنادي الأهلي؟ طبعا بعد إيه؟ ما أرقام كتيرة ده يعني نص ربع لا أكتر أعتقد ثلاث أضعاف مثلا النادي الأهلي رعايته ثلاث أضعاف نادي الزمالك إذا ما كانش أكتر كمان كان السبب طيب الامج الصورة المتصدرة للناس تشايف أن الزمالك مظلوم في عقود الرعاية؟ الزمالك مقصر في حق نفسه لما يبقى اسم زي ده فيه راعي واحد طيب علما الزمالك يجهزوا الفيديو الخاص بموضوع الكبر بتاع الكهرباء لأن الفيديو ده الأستاذ هشام نصر كان بيتكلم على الرعاية الأستاذ الأميس الحديدي بتسأله هو أنت شايف أنه الزمالك بيأخذ حق رعاية أقل بالقالة؟ قالها طبعا القالة بيأخذ تقريبا أكتر من ثلاث أضعاف الزمالك بس الحياة الراجل كان يعني في الجزئية دي موضوع شوية قالها الأمر بيتعلق أن الراعي جاي عايز يأخذ مني خدمة عايز يستفيد من موقفي عايز يستفيد من علاقته بي فأنا لما أكون مش مستقر وتبقى الأوضاع بتاعتي بهذا الشكل من الطبيعي إن المعلن مش هيجيلي بالكلام ده ده كلام فيه جزء كتير من الصحيح لكن هنشوف يا سيد زبريم لا ده ملوش علاقة بيروح مسكين كلمة عشان يسندوا عليها كل الأسباب لاستقرار 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 أنت في السنتين اللي فاتوا بطل دوري وكاس إيه اللي مفيش استقرار وبطل الكرة الطايرة في الرجال وفي السيدات إيه كلمة الاستقرار اللي عايزين يسندوا عليها إنه يرجع لها وبعدين الاستقرار دي غلطة مين يعني مسؤولية مين يعني أيو سوق دارتك استقرار ما أمر خصة كنتك سوق دارتك محدش واخد منك موقف يعني 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 عايز ليه تبين إنك أنت مدني عليك طب وهو لما الآلي كان متقدم بهذا الفارق الهائل طب حنقول عدم الاستقرار ده إيه آخر خمس سنين آخر سبع سنين آخر عشر سنين اللي قبله كده التفوق كان سببه إيه عدم الاستقرار ده مفيش نادي بيدعم الاستقرار يعني دعم أنت بتدعم وانت مش مسألة مين اللي بيحكم لأن الدعم جاي باستمرار ليك وانت محتاجه ومش عامل حساب الدعم ده ومن غير هذا الدعم يبقى فعلا مفيش استقرار لكن أنت تدعم كل قضايا الزمالك اللي أصبحت خارج نطاق السيطرة ملايش علاقة بالاستقرار دي قضايا لعيبة وتعبضات لو مش موجودة على الساحة كان حيب المزاق إذا مالك عنده مشكلة دا ولا مشكلة يبقى مش للاستقرار الحقيقة جماعة يعني هتقد من العبس الشبيد جدا بص أصدر الغيم والله أنا ما كنت عايز أتحدث في الظرف الانتخابي بالذات لأن أي كلمة أنت حتقولها أكد أنك بتبقى الحقيقة أنت بتدعم بها الراجل اللي أنت متهيالك أنك أنت بتإيه بتنقش أنت أنا كنت أرجو أن تنتهي الأمور عشان نحللها بقى كلنا تحليل موضوع طيب نشوف ما يقص الأهلي هو بس دي كيف يكون الأهلي هو مادة الرهان داخل الانتخابات الزمالك فينسب إلى الأهلي فعلا لم يرتكبوا نشوف الكابتن هجان مصر هل صحيح أنك صرحت أن انتقال الكهرباء للأهلي هو كبري يدرس في الفيفا هو درسة درسة في الفيفا هو أنت حضرك ما سبتهوش على السوشال ميديا ما شفتش أنا في المحاضرات بتاعتلي فيه وصورته بتاعه هو فين النادي اللي انتقاله بصي أنا ما بقولش حاجة من عندي وإلا ما كنتش هقولها أنا قارتها في السوشال ميديا وفي ناس نشرتها وناس كتير ما تكلمتش عنها لا هو في محاضرة من المحاضرات نموذج فهننكروا لي هي حاجة موجودة وحاجة حصلت هل فيه فعلا كلام بين محامي كهربا ومحامي الزمالك أن الغرامة تدفع دون فوائد بلاش تقصيد طب ندفعها دول فوائد أو كده هل المحامي بيبقى عنده توفيد أنه هو يقول الكلام ده أو عنده الصلاحية ما أعتقدش الكلام ده غير منطقي أيه يعني فيه تفاوض بالفعل ما بين كهربا وبين نادي الزمالك دلوقتي ما أعتقدش خلي بالك أصل الموضوع ده يعني أصبح مطلب جماهيري لأن الموضوع خد وقت طويل جدا جدا ومش معنى أن أنا مذنوق أن أنا أقبل بالتنازل عن حقوق ديها مش حقي ده حقوق الجماهير كان فيه رأيين كابتن حسين لبيب قال لك لا لو فيه تقصيد لو عرضت تقصيد إحنا مش هنرضى كابتن فارو جعفر لما كان ضفنا قال لك لا أنا أقبل التقصيد أنا في النهاية عايز الفلوس لكن هو لو اعتزل أنا استفدت إيه أنا عايز فلوس نادي الزمالك أنا مع حسين لبيب طبعا ده الجماهير تموته ولو اعتزل أنا النقطة دي نقطة قانونية هل الدين شخصي ولا يسقط بأنه هو بطل ده سؤال مهم جدا ده نقطة قانونية يعني لو بطلت مش هدفع الملايين دي طب ما يبطل وياخدها لكن أعتقد أن هي أكيد الدين يعني يفرض الراجل بطل كورة خالص فخلاص مش هديكم الفلوس مش اللي أحسن تاخدوا الفلوس وتأسطوا لا 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 هو الدين شخصي ولا على مؤسسة وأفلاسة لو شخصي هيدفعهم والورسة ماشي ولو مش شخصي خلاص يبطل بقى لو عليه بصفته كلاعب كورة ما هو هنا بصفته ولا مش بصفته شخصي ولا بصفته حتى دلوقتي خلاص القانون كلمة بصفته دي تلغت انت وقعت على حاجة انت المسؤول عنها مش بصفتك هو أنا بقى عضو مجلس إدارة نعم ما هو يقولك خلاص من العقوبة أنا مش هلعب تاني مش لعب ويخلي الفلوس نعم ما يتفعهش على فكرة فيه أمر دفع اترفعوا الريدي من السيد أحمد فؤاد الوطن المسؤول المالي دلوقتي في نادي الزمالك عن تزديد هذه المبالك طيب أنا مش هخش في مسألة دين كهرباء ومطلب جماهير لأنه ده واضح انه ده لب القضية ان احنا نكلم الجماهير واخد بالك اللي عايزة سألك سؤال بس فني وانت حتقرى لان انت جاي بالله يا حظن تشرح حالنا بقى هو الفيه فلما بتدرس كبري كهرباء اللي عملوا النادي الاهلي عشان ياخد اللعيب فيه مش من باب أولى بما انها دراستها انتهت الى ان الاهلي عمل كبري يبقى الاهلي لازم يعقب هل عقب النادي الاهلي طيب القول ده فيه كذب وافتراء وتدليس فيه تدليس على الفيفا ان انت نسبت له حاجة ما حصلتش ونسبت للاهلي حاجة ما عملهاش وأربع بشخصية إدارية رياضية جادة زي الكابتن هشام نصر انه يتكلم وهو كان رئيس الاتحاد والاتحاد منضبط اتحاد كورت اليد ليس الاتحاد سوايا وقتا كان هو فيه الكباري بقى فأربع به انه يبقى مرجعيته السوشيال ميديا كنت اظن انه هو اكثر ويعني حسن حسن الداح يقول لك ماشي دي قضية بس انا اربع بشخصية رياضية إدارية بيعول عليها وكان بالدير الاتحاد كبير انه تبقى مرجعيته يقول لك السوشيال ميديا والمدام لميز تقول له انت قلت قال لها لأ دوريس طب هاتهالي هاتهالي لان انا بملك من حكم المحكم ان انا اقول لك الكلام اللي حضاك بتقول له ده كذب كذب وافتراع على النادي الاقل صريح عندك حاجة تثبت انه ده مش كذب هات وانا اجيب لك حكم المحكم الحكم عنوان الحقيق لا ده هو لو هو عادي اللي هو يا استاذ ابريبان بس هلعت زواعة ده عشان الناس تمشي معنا بعقلها لو الاتحاد الدولي بيدرس الكبري ده ها انا ارفع بعض الاتحاد ده ما حكمت ليش ليه ضد الان طيب الاتحاد الدولي اللي سند اليه هذا القول اللي فيه تدليس على نيه ده حكم المحكمة بتاعه النص الانجليزي اللي انتوا حتشوفوه ده نص حكم محكمة او حكم لجنة فض المنازعات في الفيفا اللي نظرت شكوى قضية نادي الزمالك ضد كهرباء والنادي البرتغالي هذه الحكمة مباشرة هذه نص الحكم اللي صادر من لجنة فض المنازعات بالفيفا المادة 80 واستعرضت هذه المواد وتعرضت يفترض ما لم يثبت العكس انه في حالة حدوث انتقالين متتاليين محليا او دوليا لنفس اللاعب خلال فترة 16 اسبوعا فان الاطراف الاندية واللعب المشاركين فيه قد شاركوا فيه نقل الجسر فبيبدأ الفيفا يقول لك هل حصل فيه جسر ولا لا قالك تلاحظ انه كذا وكذا وكذا الى انا انتهى في المادة 246 بعد ما استعرض ده وبناء على ذلك يا كابتن هشام نص الاتحاد الدولي من خلال غرفة فض المنازعات اللي لجأ لها الزمالك وبناء على ذلك وبالنظر الى مبادئ الاثبات المذكورة اعلى ترى هيئة التحكيم ان الاهل ليس مسؤولا عما حدث وغير متداخل بالتضامن او التكافل مع اللاعب وسيدي افش عن دفع التعويض للزمالك هو بقى اذا كان عادي يقول ان الحكم ده درس القضية من وجهة مدرس ولا في حاجة درسة هو درس اتهام الزمالك للاهلي ولا في حاجة درسة سيد فراهيم انا عارف عاييقول ايه هو الزمالك اتهام للاهلي واقحمه في القضية نتيجة المحكمة ودرساتها لأوراق القضية وتطبيق اللواع قرروا وانتهوا الى ان الاهلي ليس طرف الفاظ الام طيب الاهلي لجنة فض المنزعات جاب من الابة الاهلي قالت لك الاهلي ما هواش طرف وغير مسؤول لا بالتضامن ولا بالتكافل ولا بالتداخل في القضية ولم يثبت نادي الزمالك فيه اوراقي اي حاجة تخص مسؤولية النادي الاهلي او ايدانته هنا الادانة اخلاقية لانه لم يبقى فيه مسؤول رياضي يقولك ده كبري درس تقوله قلت ده يدرس قال لا لا ده درس حضرتك بتقول كذبه والله لان حكم المحكمة والحكم عنوان الحقيقة مفوش اي حاجة من اللي حدا كلته والنص جبناه لك ونادر نبعته لك جبت ده منين واجزمت واكدت في اتهام الاهلي دوليا انه عمل كبري بيدرس طيب الاهلي اتعاقب ازاي مفيش اي عقوبة على النادي الاهلي لا من لجنة فض المنزعات في الفيفا ولا من كاس اللي هي المحكمة الرياضية الدولية اللي الزمالك اراد التصعيد لها فراح بالورق للمحكمة الرياضية الدولية وايضا بازل مرتضى منصور ومجلسه جهدا كبيرا في محاولة الزجب الاهلي في اوراق القضية وتحميله مسئولية واتهامه بالبرج او الانطارة او الكبري في نقل اللاعد كان رد المحكمة الرياضية الدولية بقى يا كابتن هشام ايه نفس الرد هتشوف النص اللي قدام حضرتك ده رد المحكمة الرياضية الدولية في المادة 250 وبناء على ذلك ترى هيئة التحكيم ان الطلب الزمالك بفرض عقوبات رياضية على الاهلي امر مرفوض لعدم كفاءته ايه رأي حضرتك ترى المحكمة ان الطلب الزمالك بفرض عقوبات رياضية على اللاعب وسيدي افش والاهلي امر مرفوض لعدم كفاءته بالمناسبة كهربا ما يعني العقوبة اللي طلعت على الكهربا ما هيش عقوبة ده التعويض بتاع عقد الزمالك ونتيجة التاخير عن السداد لكنه فكرة الانتقال قال لك ده امر مرفوض محاولة الزمالك الزج بالاهلي قالوا له ده امر مرفوض لعدم كفاءته قال ده زج بالاهلي اه تقول انت بالزمالك بالاهلي وخامسا الاهلي في نص حكم الكاس المادة الخامسة الاهلي غير مسؤول بالاشتراك او بتحمل المسؤولية فيما حدث وليس مطلوبا منه دفع تعويض عن الإخلال بالعقد كل محاولة الزج بالاهلي امام لجنة فض المنازعات وادمام المحكمة الرياضية الدولية بقت بالفشل بل انه في الوقعتين تم الرد عليها انه انت ما اثبتش حاجة زي كده ما فيش حاجة اسمها انه الاهلي ثبت من صحيح الاوراق انه له طرف في الموضوع يبقى فين درس وفين كبري نموذجي وفين اتهام الاهلي بانه نموذج دولي سلبي الفيفا بيدرس جريمة الاهلي للعالم كله وفين رصانة المسؤولية الإجارية لما يكون المرجعية بتاعته اذا كان يدرس يا سيد ابراهيم درس الادعاء الادعاء الغير مبني على الاساس مش الاهلي ما تروحش تتبلى على النادي على الاندية يعني اعتقد الامر كده يكون واضح لكن عندك تفسير للحرص على الزج بالاهلي في انتخابات الزج ايه بقولك هو قالها مطلب جماهيري الناس عايزة تسمع عيد الوقت الاهلي الوحش الاهلي مش عارف ايه لدرجة اني بقيت المسألة النهاردة جزء منهم محد الشجر غير فاروق وقفر وبيدفع تمانا لحد النهاردة انا حق بلقصة العقوبة العقوبة لا مش ممكن لان ده حق الجماهير هو انت النهاردة عليك عقوبات مش بتاسعة تقصتها العقوبات اللي عليك بتاعت الشيكبالة واتشمبونج مش عارف ايه انت بتحقب تقصتها ومحمد ابراهيم ده اجراء طبيعي انك تحاول تقصت والاهلي مع اللعيب هو الزمال اكترى بقصت العقوبة بتاعت شيكبالة مع صورة الاشبون والاهلي مع كل بالي مع النجم السحيل ما ده بقول لك والاهلي قابلة لانه لقاء من العقل ما احنا هنقعد ومع هذا ده امر ما اترك له لا هو حر انت حر لكن الاهلي ايه باللي ايه لان انت مستفيد من المبالغ دي وبعدين وكل واحد حر انت حر انت حر الطريقة اللي اللي عطل بيها في روز ضحقه انت مش بتسمع الناس الصح انت بتسمعهم اللي عايزين يسمعوه لان ده الموقف الانتخابي اللي على اساسها تطلع بطل قدامه فالزجب الاهلي هي الرهان على اصوات الناخبين في نادي الزمالك لان الاهلي مش مفروض يجب سيرته انت داخل معركة بتقولهم انا انت مش بس بتجيب سيرته انت بتتهموا انه ارتكب خطيئة العالم بيدرسها في ازاي الاهلي عمل الجريمة دي وكأن الهدف من مجلس ادارة الزمالك الجديد ان انتقم الاهلي مش ان يدير نادي الزمالك يعني العملية وانتقام مش مبني على اي تهمة ولا اي وقعة حققية في اي اتجاه سؤل الدعاء والكذب يا اوه ساذا بريم هو في عائل مختنع ان امام عشور كبري في عائل ان انا ابيع واحد بتلاتة مليون يورو ولا تلاتة مليون وستمئة يورو لنادي تاني وبعدين لما ما ارجعش علي عايز يفتقي عقده مع النادي التاني كان قدامك انت ما دفعت نوش عايزوا يرجعلك ببلاش قالك مش هندفع فلوس مش هندفع فلوس النادي التاني اتفاهمنا معاه وخدنا ايه الكبري اللي فيه والنادي التاني ده يعني جاملنا في ايه ولا سبلنا فلوس ايه عشان يبقى كبري يعني인 ازاي ولا كسب مني ولا خسر هو خسر النادي التاني تخسر له يجي تلتمئة ربعمائة ألف يوم مكسبش حاجة يعني اللي كسب الوكلاء اللي في النص فأنت حضرتك يعني يعني إنك إنت عايز بس تبرر مواقفك قدام جمهورك اعمل إنت عايزه بس ما جابش سيرة الأهلي بقى لكن الحالة لما جاب سيرة الأهلي لقينا في رفع شعار بقى إن عودتم عودنا وإن أحسنتم أحسننا وأنا مش عارف داخلك كده إزاي نشوفه قلت برضو من تصريحات إنه في العلاقة مع الأهلي إن أحسنتم أحسننا وإن عودتم عودنا هو ليه دايما السؤال ده متكرر طب ليه ما بتسئلش الأهلي هيتاملوا إيه بقى مع المجلس الجديد؟ ليه؟ لأ عشان إنتم لعندكم انتخابات الأهلي مستقر ماشي ماشي طب إنت هتعمل إيه بقى مع المجلس اللي هيجي ده على فكرة لا إحنا الأهلي على فكرة الأهلي هو دايما اللي ما بيحصله مش حاجة لا ليه كان بيتشتم رايح راجع رايح راجع والأهلي اللي كان بيرفع الأهلي هل إحنا كنا موفقين على هذا الكلام؟ ما عرفش أقول لا إطلاقا مين يرضى عن هذا الكلام؟ إحنا بتوع رياضة رياضة يعني أدب وأخلاق ده بيقولك خلي روحك رياضية صح؟ فأنا ليه ليه أعوش؟ من هاسبالة عشرين سنة في بوتقة من الأجواء الحمد لله مش خرجنا منها ليه ما يعني؟ مش خرجنا منها الحمد لله شوفوا الشخصيات المتقدمة للمجلس الإدارة دي ويعرفوا الخلفية بتاعتها وطريقة كلامها وطريقة تعاملاتها ونتعامل على هذا الأساس خرجنا منها ولا لسه لها بقايا وديول؟ أعتقد لسه فيه شوي أعتقد يعني ممكن يكونوا من الأعضاء الآخرين فيه مرشحين كانوا موجودين في المجالس السابقة فيه أرجع تاني لقب الأهلي يعني جملة غريبة إن أحسنتم أحسننا وإن عدتم عدنا ليه أنت ليه أنا عشان أهلوية طبعا فعشان يعني عشان يعني عدتم عدنا زي هم عملوا إيه عملش أي حاجة ناس كتبتش شتبتون خلاص يبقى أحسنتم أحسننا بس طيب بصوا أستاذ إبراهيم الموضوع ده يعني كفاية عليه كده إحنا بس ردينا على الدعاء بإن الأهلي عمل كبري الفيفا بيدرسه دي كانت حاجة ما يتسكتش عنها ولا ما كناش هنجيب أصلا سيرة أي موضوع يبقى عدتم عدنا وإن أحسنتم أحسنتم ما هي مادام لميس قالت له قال لها ليه ما بتسأليش الأهلي قالت له هو الأهلي مالوا الأهلي إيه كان بتشتم هيفضل يتشتم والأهلي مالوا الأهلي لا بيشتم ولا بيرد ولا بيجي نحياتكم ولا فيه أصلا مجال أنك تقول الأهلي ألعى مننا كذا خلاص بص إذا كنت فعلا بتقول عدتم عدنا جرب ما تجيبش سيرة الأهلي لا في إعلامك مش هتلاقي الأهلي جيب سيرة خالص خالص وقال لكن أي كلام حي تقال يحتاج رد لازم نرد زي دلوقتي كده إحنا إيه اللي خلانا ردينا إن فيه إفتراق تقال كبري بيدرس فين ده بس فإحنا مش عايزين نخش خالص لا في مهاترات ولا لينا دعوة ونتمنى فعلا لكل الأندية الاستقرار تجي للنغمة اللي تريحها وتريحها وتشتغل صالحها ويشتغلوا مع بعض بقى يفكروا إزاي يطوروا لناديهم عندهم مش يفكروا يلتفتوا للأهلي يخشوا معاق معارق مش موجودة ده اللي نتمنى إنه الكل يشتغل لناديه والكل يركز في شغله وبلاش مزايدات انتخابية أديكوا شايفين لأنها في الأول وفي الآخر بتصدر صورة غلط وبتقدم حتى نادي كبير وعريق في قيمة النادي الأهلي وما وقفه بشكل مغلوط تماما السكوت عنها جريمة لا تقل عن اللي قالها بقى معنى كده بيثبت الصوت نطلع للفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم